قولهم لقمة في بطن جائع خير من عمارة جامع أو ألف جامع بعضهم يظنها حديثا وبعضهم يكتب أنها منسوبة إلى الشيخ عبدالقادر الجيلاني رحمه الله وبعضهم يقول غير هذا وكل هذا لا أصل له كل هذا كذب وهذا يراد من ألا يعمر الناس المساجد سبحان الله ترى بعض الناس للأسف تكلمت عن هذا مطولا فيما سبق أختصر جدا فأقول بعض من يكتب هذا الكلام ترى يذهب إلى المطعم فينفق مئات الألوف ثم إذا رأى إنسانا يتصدق لعمارة مسجد قال له لماذا تتصدق وعطي الفقير وإنت تأكل ملذة وطاب لا حرج بس اللي بدأ يعمر جامع تقول له روح عطي الفقير يعني أساليب احتيالية والعياذ بالله تعالى من أناس احترف الكذب واحترف التدليس على الدين من يعمر المساجد ماذا يحدث في المساجد من يتحرق قلبه للصدق أكثر من المصلين ولله الحمد من الغافلون الضالوا سبحان الله العظيم لذلك ولله الحمد المساجد هي أماكن الحص على الخيرات فيقول لك هذا الكلام حتى لا تعمر المساجد وللأسف بدأ هذا يظهر آثاره لأن كثير من الأحياء تحتاج إلى عشرات المساجد فيها ثلاثة مساجد سبحان الله وهذا مؤلم فهذه الكلمة كذب وينبغي التنبه إلى خطرها وضررها ترجمة نانسي قنقر